أقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب الساعة أهلا وسهلا ومرحبا شعاركم كيف كنا اليوم كيف الأخبار من زين يا جماعة الخير طبعا هاي بتكون الحلقة الأخيرة لنا بتقولوا ليش الحلقة الأخيرة يا خليل شو الصالفة ولماذا وشو الطائر وشو الدنيا اللعبة ما في ما حسنا فيها امتزاد يمكن لها مستقبل إذا مدوها لكن على أني أسوي حديقة كبيرة أتم أعيدها وأعيدها 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 ما أحس أني قاعد أسوي نفس الشعول الواقع اللي مفروض أني يسوي قالوا أني يشتري كم واحد من هذا لحظة واحد زيادا سبيل لأنه هني بتعملوا مسدسات إداد وإذا راحوا للصيانة معنا اللعبة بتكون مسكرة بالضبط اللعبة مسكرة يوفوا اللعبة حلوانة ما أقول أنها مش حلوة بس تعرفون شو محتاجة شوية شغلات اللعبة مثلا شوفوا أحس خلكم من دوكريشن من ها السوالف فيها دوكريشن فيها السوالف خلنا نعدل الأرض هني مش عايب إن الوقت لحظة لحظة عبت الأرض هني لحظة ترسوي تحتهم هي في أماكن حلو نايس بس اللعبة ما أحس فيها المثل ما تقولون اللي ممكن استمرارية فيها وصلسلة طويلة بس اللعبة صغيرة حلو أن نشوفها شوي وننتقل اللعبة ثانية أوكي ردوا لهم المسدسات والله زعلانين زحمة هني زحمة زحمة من الخاطر لأن المسدسات عندي ناكس فيها مش شكل مش طبيعي وما أظنك المسدسات ستويلها صيانة في المسدس الوقت المعقولة مفروض لا مفروض مسدس عن مسدس يفرق شوفوا لا والله أظنك كلهم يبالهم صيانة نفس الوقت أنزين كل ميدان اللي ما سوينا الحلقة هيا مش بتكون قصيرة أخلي من قصيرة ثلاثة أرينا التيم دوث ماتش سويناها يكابتشر ذا فلاوغ موجودة هني صفرنا بخلاقهم الميدان جيول موجود عندنا هذا موجود عندنا شو ألعب يجيزة موجودة خلنا تشوف غريد شوت قون والله ما أدري إذا وكتاب غريدر إنه نحن أصلا مم صعب ديول شو دون والله يبالنا نسوي ريسيرت حك هذا بيكون تحت الدول بيضاربون عدل عنا نشوف كيف الزحمة اللي هني والله عندي زحمة في الحتي خاصة تقول هذا يغريني أوف يا ريش يخرب بيته والله ما شو ستوا في البينتبول نشوف مستدسات الألوان أنزيل كم واحد عنا؟ والله عنا ناس موجودة في الحديقة بس المشكلة اللي قاعد أواجهها حاليا مش مشكلة مش مشكلة هي على كثر مؤنة تعرفون شو أبو أبقى أحطي ميدان هني ممكن نحطي بيت الرويال أكبر بسماتش أكبر كالناطفولتر التلافي باله بس نحنا أراضي سوي نرسيش حق دول ديول هو الشو دون صح؟ فنشو ايوه هذا فخلونا نحطي هذا الميدان بلزقه في هذا الميدان ترية تولارج هذا صغيرون لازم يكون لاحظة خلنا نعطيه مساحة اللي بيها أوكي بنحطيه لباب باب يكون لازم هني بنحطيه لمخرج مخرج خلوه هني بحطيه للشارع عطي بستل عادي ما بنحطي أكثر بس تعرفون شو شاح شاح خلاثة أربعة بنحطي شور كرز هني وبحطي شارع ما انتهزو بء خلية الطابور من LEAH لا 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 ليش موربو width هذا غيره. نخلي الطابور ما يبدأ من هني حتى. نخبركم شو سوي. نخلي المخرج له الدرب. طابور بخلي شوي طويل الطابور. المشكلة اذا الطابور واي طويل بعد يزعلون اذا انتظر واي طرح. وخلي فراغة هني. هني ممكن نحط شوي خدمات شي. نحط دكان شي. هني ممكن ابقى اشل هذي الطبقة بعد. شوفوا. هذي ممكن ابقى اشلها. اوكي. بشل هاي الطبقة هاي. بنحط هني شو بعد دول لين. اوكي. انا مخربنة في هاي. اتي مسلطة زنات امبت. اذا اقدر انه مش فاضي. اذا انا ابقى اشل الهين. طريقة كاملة خليش اللون هذا. انو بيتم مشفر عليه الخايس. المسدسات. من هو اللحم؟ خلا نحط الطبور، مانا مخرج، مانا نفس نحط المخرج هنا، كيف تخلي بيت؟ نزيل، تخلي لنا، أشوف أحلى بيطلع بطريقهاي يمكن تشوف الناس من كل النواحش، تتعرض فأخلي مكان فاضي، نحط الديكور أوكي، فأخلي المدخل هنا وبنحطي لنا هذا هنا النافورة هذي، بحطي حشيش، 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 حشيش حشيش فوق، حتى هذا هو حشيش بنحطي بردسين هنا بعد ما يستوي، هنشيرة آه يستوي شجرة، نايس دعونا بطني اللعب لنا، نتعلق بطريقة هاى، نزيل دول شو دون، نحطي دول لين واحد اين اوووو، لمسوين ابرتطر قراءة هرون يحطي ثلاثة، نايس بنحطي لنا مستدسات عادية، واحد، اين، عكي المكان مستدسين، وحك اللين بنحطي شو؟ نا نور كراباليبول ما علي بنوظف الثنين غير حق كلين بنحطي الثنين خلنا نضيف الثنين خلي عشرة تغلو مين؟ خلنا نفتح بنحط دي كاكين بعد ايوه مكانة زين نوعا ما دهتو وزيشن اكيو بايت مممممم تين دقيية خلونا فتال فرزيشن اكيو كايل نسوي مكان اه الف ما عندي الف درهم لا نعرف اللعبة كيف ترتيبها دول دول يا بوي مسدسات مكسرة هاي، خل نشتري مش قادر اشتري مسدسات يعني لا لا مش قادر اشتري مسدسات حرفيا اشتركوا في القناة 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 ليش ما عندي مسدسات؟ ليش وين مسدسات؟ معقوله ما للتصليح ما يكافون؟ يا شباب عندنا أزمة تصليح الحم كيف أزمة؟ مش أزمة تصليح تعرف مش هو أزمة الترانسفورترز هوي عشرين اه هذا هوي وظفة بروحي نلقص من فلوس اغني بس لازم لازم بالطريقة هي عساس يشتغلون طوله ما بيشتغلون الجماعة فلنشوف شو اللي عليه زحمة وايد فورتنايت فلانت عليك زحمة وايد بعك خمس وثلاثين دولار انت وش كثر زحمة عليك؟ انت أصلا خمس وثلاثين ستة وثلاثين دولار نايس انت كم عليك زحمة؟ بخليك ثلاث عشر دولار ليش مرة مرفعة؟ زحمة بعدها تزيد؟ هايل فان اوفي الزحمة اللي هنية انت كم؟ مارو مزيد ورلا كنا قبل شوين دخل فايدة بس اظن الورشة الثانية شوية دقة الفايدة خلينا نسيب لهم شارع هايل نسيب لهم شارع لانا الحين الوضع اذا ما في مسدسات راح يكون مزري نخل نشتري ما في لون ما في لون قاعد يرتفع نوعا ما قاعد يرتفع نوعا ما قاعد يرتفع نوعا ما قاعد يرتفع نوعا ما اوكي لا نحن قريدي عندنا ناص بس المشكلة اللي انا اشوفها الفعلية التصريح المسدسات هي بالنسبة لي الأزمة الأساسية ليش ما عندي دي مسدسات كفاية؟ احباء مسدسات احباء مسدسات يتعدي يا بسطول صح؟ كي تجعلين مسدساتي سطول لديهم مسدساتي احباء مسدساتي ويأخذنا السلحة ويودون لانا اظن ميائدين عنا تستعملaign شو البسطول هذا شفوه وصاحب علينا ما قاعد يشتري هنا رشاش هنا شوت غن كم متنزين وهنا شو يستعملون هنا رشاشة تصوّر هنا بيستل المسدّس هنا مسدّس هنا مسدّس هنا مسدّس الغالي هذا أكثر واحد نكبني هالمسدّس هذا بس الحين أظنًا بيستجعون المسدّسات من فالكفائل أنا أظنًا إلو عندي 35 إلى 40 مسدّس أموري طيبة لأنني لم يبقى الأكثر دام عندي هني سبير خلاص تموه خلالهم يصلحوا المسدّسات لأبد أسلوه هنا شهرة سيرتين بنسبب أخذنا سيرتين لأننا أردّس يخسرونه في الوصف لا لا بس بس المهم هاي لمحة العامة عن الحديقة أنا ما أشوف أن اللعبة بأواصل فيها وايد أكثر لأنها ما بتعطي أكثر ما فيها أكثر ما فيها رسير شغلات ديدة ما شفناها هاي الأمور أنصح في اللعبة مش وايد لأن من اللعب اللي تعرفون شو تلعبونها كم جيم بعدين خلاص ما تبون تكملون أنا بالنسبة لي أنا أشوف اللعبة الحين بالطريقة هاي المهم هاي كانت السلسلة وهي آخر سلسلة كنت أبراويكم الحديقة بنظرة عامة ونسوي شي واحد زيادة ما سويناه متأكد غاعدكم بيقول لا أنا ما عرف الصراحة لعبت لكم مغامرات حسيت ما أعجبكم لعبتكم كذا في بعض الأمور اللعاب بديدة نفس فاك تريتاون وهاي الأمور بترى مش قديمة بس مش عارف يعني شو شو السيستم ف خلوني بشوف بعد لعبة يديدة ثانية قصيرة هنغير فيها المود يمكن أن نتخلى الألعاب أكبر إن شاء الله مهم مشكورين على متابعة الفيديو القصير هذا ونشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته